احكام القبضة مرة اخرى اعلن التحالف العربي اليوم اغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية لليمن للحد من تهريب الاسلحة للانقلابيين كما جاء في بيان التحالف خطوة عدها البعض مأشيرا على جدية التحالف في التصعيد العسكري وتحرير ما تبقى من مناطق سيطرة الانقلابيين فيما عدها البعض الاخر خطوة متأخرة عسكريا وقد سبقوا ان اتخذها التحالف ولم تفضي الى نتائج ملموسة ما يتفق عليه الجميع ان خطوة كهذه تفاقم الازمة الانسانية في اليمن لا سيما واليمنيون يعيشون ظروفة صعبة ولم يتبقى لهم سوى مطاري عدن وسيئون وميناء عدن والحديد البحريين بالاضافة الى منفذ الوديعة البري عقب هذا القرار اعلنت الخطوط الجوية اليمنية وهي الناقل الوحيد من وإلى اليمن ايقاف رحلاتها الجوية ما ادى الى عرقلة الاف المسافرين في مطارات المدن العربية ماذا يريد التحالف هذه المرة التطورات التي حدثت في الرياض بالاضافة الى وصول صاروخ للمطار الملك خالد من قبل الحوثيين تبدو معطيات تفسر هذا القرار بيد ان طبيعة الخطوات التي ستعقبه خلال الايام القادمة هي ما ستؤكد الى ما كان بن سلمان قد حزم امره فعلا هذه المرة وليس بعيدا عن السياق حيث قامت قوات التحالف باعتماد مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عن اربعين شخصية من قيادات ميليشيا الحوثي مراقبون قالوا ان هذه القائمة تعد مؤشر عجز عسكري قبل التحالف الذي لم يتمكن منذ اكثر من سنتين ونصف من استعادة الدولة او تمكين الشرعية على الارض ولم يتقدم برغم كل الامكانات الكبيرة للتحالف وجهوزية الجيش الوطني لهذه المهمة خلو قائمة التحالف من المخلوع صالح وقياداته العسكرية يضع علامات استفهام كبيرة ويعزز الاراء التي تقول ان التحالف يرغب بالاحتفاظ بالمخلوع وادواته رغم كونهم حليفي الانقلاب والرعاة الرسميين له حصار عسكري وقوائم انوانان ينتظر ان يكون لهما ما بعدهما على ارض الواقع فهل تعيش الحرب في اليمن بداية فصلها الاخير اشتركوا في القناة